يلا يلا خلينا نزبط هذا الصور متل ما انت شايفين هين انا عدلت كل اشي وهي انا يا احمد جالسة بقص الاعشاب زي ما انت شايف يا احمد روب لوكس نعم نعم انا شايف يا سوسي يلا خلينا انا الان تده اكمل خلينا ازبط انا هذا اللي غريل غريل تبع الطعام رائع جدا جدا احمد احمد طول كتير كتير زعرور عند صديقه استنوا استنوا زعرور وين اصلانا حكالي هو يعني بعد ما يروح على المدرسة تبعته بدي يروح عند صديقه كاركور طيب ليش لحد الان ما روح ما بعرف ما بعرف انا بدي اروح اتصل بام كاركور وبدأ اسأل ابدأ اسألها اذا زعرور عندهم ولا لا اوه طيب طيب ماشي خلينا انا بدي ازبط هاي الشجرة زي ما انت شايفين اوه مثل هيك مثل هيك هي هي يا احمد يا احمد يا زوجي ايه نعم نعم يا سوسي يا احمد اتصلت بام كاركور انا بتحكيلي انه زعرور ما ايجاها اليوم ايش شو بتحكي يا ويلي بدا بدا تتصل بكل صديقاتي بدا تتلعب بدا تتصل بكل صديقاتي ايش بتحكي زعرور ما ايجا عند كاركور ولا را عند منزل كاركور زعرور نعم احمد نعم يا بابا استنوا 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 هذا صوت زعرور خلينا اجي بابا بابا ضربني يا بابا مين ضربك يا زعرور روب لوكس مين يا بابا ضربني زعرور انت كاذب ما رحت عند كاركور صديقك بابا انا مش كاذب انتو انتو ليش بتكذبوني يا بابا انا ما روحت من المدرسة حتى حقيبتي على داري طلع القمر والان اصبحت الساعة في منتصف الليل وانت مين جابك هون الشرط اللي موجود هناك يا بابا الشرطي هذا الشرطي نعم يا بابا هذا الشرطي بابا والله انه شرير كتير المعلم المعلم ضلوا خاطفني وحاطتني بداخل 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 المدرسة ايه شو بتحكي انت يا زعرور نعم يا بابا هاي هاي انا هي سوسي شفت كل اشي شفت كل اشي هاي زعرور تعال معايا يا طفل الصغير يا بابا ويندك توديني احنا ما رح نختار الا سيارة طبيعية احنا رح نختار سيارتنا السريعة اسرع سيارة بالعالم هيا متواجدة في هذا المكان بابا بدك تروح ادمر لي يا تدمير نعم يا زعرور بده اروح ادمر لك يا تدمير بابا ويند اجلس انا ما في مقعد في هاي السيارة يلا عادي يا زعرور انت اركب الباص تعال بالباص انا ابدأ اروح بسرعة كبيرة ماشي يا بابا اروح بالباص نعم اروح بالباص انا اخترت هاي السيارة رح اروح بسرعة البرقة رح اروح بسرعة كبيرة جدا جدا على المدرسة ورح احاسب الشخص اللي حبس زعرور روب لوكس بداخل المدرسة والله لا اخلي يندم هذا المعلم الشرير يلا وين المدرسة وين المدرسة مش موجودة في هذا المكان هاي هالمدرسة هنا يا بابا يلا هيا بنا يا زعرور والله لا ربيك يا معلم الشرير رح اكثر راسك تكسير بابا يلا يلا يا زعرور يلا يا زعرور هاي نوصلنا لعند الاستاذ الشرير اللي حبسك بالصف يا بابا يا ذا ولا حبسني بالغرفة الصفية ايه بابا هذا نايم خلينا نبعد خلينا نبعد عنه هيا هو كمان حاطة جدول الضربة من رقم واحد الى رقم عشرة يا بابا خلينا نطلع خلينا نطلع يلا يلا يا زعرور انا رح انتقم منه رح افرديكي فرح انتقم منه تنتقم من مين اهرب يا بابا اهرب اهرب يا زعرور اهرب منه هذا الاستاذ المعلم الشرير زي ما انت شايفين هاي نجالسين احنا منهرب يا بابا هنالروح يمين ولا يسار تقدم الى الامام يا زعرور انا هو المعلمة بدي اكسر راسك يا احمد احمد رابلوكس انا رح ادمرك تدمير في احلامك يا معلم يا شرير اقفز بابا لحقنا حنا باخر ثانية هاي يا معلمة انت لسه ما شفت انا ايش رح اسوو فيك انت حبس طفل صغير لمدة طويلة وانا رح ادأ امرك تدمير يلا بابا خلينا نحرك يا بابا هذا والله انو شرير كتير بعرف يا زعرور يلا الان احنا دخلنا على هذا المكان بابا هوني بسوي الاختراعات الشريره وبعذب الطلاب في هذا المكان بعذب الطلاب قلت لي اه يا زعرور انا الان رح افوز عليه ورح اعدبه لهذا المعلم الشرير يلا خلينا الان نتقدم نجعل يمين توازن توازن كويلي ماما السوسي ليش ما وصلت ما ايجت معانا يا زعرور لان سوسي روب لوكس حاليا موجودة في المنزل بتبحث عنك طيب ليش ما حكت له يا بابا هيك يا زعرور يلا يلا طيب خلينا نتقدم خلينا نتقدم يا بابا يلا يلا يا زعرور ادير بالك من هذا السائل الاخضار هذا السائل اذا انت لمسته رح يدمرك ورح يكسر عظمك تكسير بابا جد بتحكي نعم يا زعرور يلا خلينا نطلع اذا يلا يطلع يطلع خلينا بسرعة بسرعة اقفز وبعدين ادخل في هذا المكان يا سلام هوني فيه اشياء مدببة زي ما انت شايف بابا دير بالك اذا يا ماما يا ماما زيدي يا بابا والله انا مرعوب لا تخاف يا زعرور هينوصلنا الى هذا المكان يش هذا المكان بابا ما بعرف هاي فيه هوني الثلاجة الثلاجة مغلقة هوني شكله صير فيه مقاتلة الا انه مثل ما انت شايفين هوني هذا الكرسي واقع على الارض احنا لازم نخطط لازم نحقيق لازم نعرف يا بابا طلع الدماء قاتل واحد وهوني في هذا المكان زعرور انا رح اعذبه ورح احاسبه على كل واحد قتله لهذا الشرير واووووووو يا بابا شو هذا المكان برضو حمم بركانية يا ضعرور انت بنهد دير بالك على نفسك اوني فيه اشياء بت يا بابا توقف توقف ايه بابا كنت دا امشي ليش اتوقف يا بابا شايف ليش ايه اه والله يا بابا اقفز متل هيك خليني خليني استنهم ينزلوا يلا 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 ايوه يلا تحرك تحرك حمام بركانية لافا هاذ اللافا بتكون بداخل البركان تخيلوا تخيلوا يا متابعين يا بابا هاي هي المادة اللي بتكون نفسها اللي يا بابا يعني اللي بتدمرنا لما يفور البركان نعم يا زعرور يلا كنت سريع مثل هيك هنا صرت سريع يا بابا بس والله مكان مرعب جدا جدا هذا بعرف يا زعرور انه مكان مرعب لكن احنا لازم نحرك بسرعة كبيرة يا بابا انا خايف انا المعلم نعم متاها وموجود هنا المعلم الشريرة فانت بقي يا زعرور ادير بالك ماشي يا بابا خايف اطلعلك ويفاجئنا مفاجئة مرعب يا بابا لا تخاف يا زعرور خلينا اليان نجي مع بعض احنا ب Bruh بابا قلتلك اوراب اوراب يا زعرور اوراب تعلا الى passage تعلا شو هاده لمسني اولله يلمسه بابا والله انه مرحب اهرب 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 تعال الى هنا ابتعد عنه والله لأدعس على راسك خلينا احرك اسوي مثل هيك تعال بابا بابا خوفني بصراحة انا ما بخاف منه انا فقط لانه يعني هيك لانه مرة واحدة طلع لي يعني يعني فاجأني مفاجأة انا والله انا يا بابا شايف فيها زعور وايك منكون دمرنا تدمير وفزنا عليه بكل تأكيد يا سلام يا بابا والله ايش رائع لا 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 بترجعكو بترجعكو هيي لا تلعب معنا زعور يلا خلينا ندخل فيها هاي البوابة خلينا نروح على منزلنا هيا بنا يلا ووو وايك منقدر نحكي لكم ان دمرنا المعلم الشرير وخلينا يعرف الخطأ اللي ارتكبوا معانا نعم نعم الان احنا رح نركب سيارتنا الخاصة زي ما انتوا شايفين هيي ابتعد عن سيارتي ابتعد يلا يلا ماشي ماشي احنا حابين نتشكرك احمد روب لوكس لانك دمرت يعني المعلم الشرير اللي عفو العفو زعور الان امك سوسي بتكون قلقة عليك كثير كثير يا بابا والله ماما السوسي دايما هي بتحبني ودائما هي بتخاف علي انا يشدع احكي لها الان الان انا رح احكي لك شو تحكي لها يا زعورة خلينا انا الان اجعل هذا المكان مثل هيك يا سلام يا سلام خلينا اصف سيارتي خلينا اشيل الاكس اللي ضربت المعلم على رأسه يا بابا شو بدي اسوي انا الان هين روحنا وطلعنا من المدرسة ودمرنا المعلم الشرير زعور ابقى هون انا الان بدي اروح اسوي مقلب في سوسي روب لوكس بدي اخليك تضحك عليها ماشي ماشي يا بابا استنى استنى يا زعور خليك انت مكانك يلا يلا خلينا اجي انا هون يا بابا اطلع نعم نعم اطلع اطلع يا زعور يلا يلا طيب هيني بدي اطلع يا ويلي وين طفلي زعور وينه يلا يلا زعور نعم نعم يا بابا تعال تعال معاي اطلع على هذا المكان مثل هيك يلا يلا هيني اطلع طيب وبعدين اطلع فوق هذا المنزل يلا اين اطلعت ووبا مثل هيك وبعدين تعال اطلع فوق هاي الشجرة طيب يا بابا هيني انا احاول اطلع هاي الشجرة شو اسوي انا الان زعرور يلا اضحك الان وارقص الان اوه طيب يا بابا يلا يلا بمبقبح بمبنقح يلا يلا ممتاز ممتازة يلا خليني انا الان افتح هذا الباب واخبر سوسي يا ويلي وين طفل الصغير احمد احمد وين زعرور وين زعرور يا سوسي في عندي خبر سيء وين رايح وين رايح يا احمد وين رايح سوسي انا ما رح اقدر احكي لك هذا الخبر ما رح اقدر احكي لك ايش هو هذا الخبر لا تخوفني يا احمد لا تخوفني سوسي زعرور يا ويلي شو ما له زعرور ايش ما له زعرور زعرور روب لوكس انت بتعرفي نعم هذا الطفل الصغير شو صار فيه شو صار زعرور روبلوكس الان لا تحكيها مات لا هي موجود في الاعلى جالس مرقص ايش بتحكي يا مجنون وين طفل الصغير وينه يلا يلا خليناها سوى انا مثل هيك هي هي يا زعرور يا زعرور لا تبيني لها ماشي 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 يا بابا وين طفل الصغير وينه يلا يلا الان انا بدي اتفل عليها ماشي زعرور زعرور انبطح انبطح الان يا بابا ايش انبطح خلص طيب يعني ابطل ارقص نعم نعم انبطح على الارض تمدد على الارض بسرعة ماشي يا بابا ايه متل ايك سوسي يا ويلي ايش مالك ايش مالك يا احمد شو مالك هاي سوسي انا الان رح احكي لك مفاجأة ايش هاي المفاجأة اطلعي فوق هاي الشجرة وبعدين اطلعي فوق المنزل اوه طيب ماشي وبعدين وبعدين يا سوسي تعالي تعالي انت بالاول يا ويلي انا متوتر كتير زعرور فقد نطف النس صغير انت وجالست حكي لي تعالي تعالي معاي هون متل هيك متل هيك ايش في ايش في يا ويلي مش شايفة انا اي ايش يا احمد ضرورة أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ضرورة يا مشاكس يا صغير انت ولد مشاكس كتير كتير يا ماما يا ماما انا بحب كتير كتير ان الالعب متل هيك يلا باي طلعوا هذا الطفل الصغير والله انه مشاكس يا سلام يا سلام يا ويلي والله انه مشاكس انت لش تحكي لانه مات انا ما حكتلك يا سوسي انا زعلاني منك كتير كتير يا احمد ولا تتكلم معاي بالمرة بالمرة يا احمد يا اه الآن سوسي زعلت خليني انزل انا الى الاسفل زي هيك انا بدي اجلس بالحديقة الخلفية في المنزل خليني اسوي انا بدي ادخل ورا يا ويلي والله انا حزينة منك كتير وزعلاني منك هاي سوسي توقف يا سوسي ايش بدك ايش بدك انت فكرتك رجلي كويس طلعب سيء هي خلص بدك اراضيكي نعم نعم جبل الهدية طيب تعالي معاي تعالي معاي وين دك توديني سوسي اركبي الدراجة وبعديها تعالي معاي طيب ماشي هيني دارك بالدراجة وهيني بدي اجي معاك بدي هدية قوية جدا جدا خلص بدك هدية قوية جدا انا رح اعطيك هاي الهدية القوية اوه ولا انا متحمس كتير كتير يلا هيني انا وراك تعالي وراي الان انا بدي اهدية هدية اسطورية لكن لازم تطلع هذا الجبل العالي اوه اخ يا احمد ايش مالك سوسي انزلي واتبعيني يا ضر ونودت ماما الان بتشوف يا زعرور يلا يني طال عبدك تعب اقدامي كمان يا احمد لا يا سوسي لا يلا مستعدة للهدية اللي انا ادي اهديك اياها بصراحة نعم شوفوا شوفوا هاي الهدية اللي انا رح اعطيها اياها رح اخليها تطير الى مكان بعيد ايش هي الهدية يلا تررررى اركبي هذي الطائرة الصغيرة يا سلام واي ايوه استمتعي واي يا اي يا ايوه لي سقط سقط خلينا اطلع مثل هيك يا سلام احمد شكرا على الهدية العفو العفو خلينا نشوف زعرور بابا هين بالاسفل يا بابا شايفك يا زعرور دي اطلع ما في ما في تطلع ها ها ها